ومهم جدا 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 احنا عايزين برضو نتكلم معاكم على المكالمة الهاتفية التي تمت ما بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الامريكي جو بايدن طيب احنا قلنا ايه؟ قلنا انه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي طلق اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جو بايدن طيب الاتصال كان بيركز على الوضع الانساني في قطاع غزة واحد طب اتفاق على ايه على ادخال المساعدات الانسانية للقطاع عبر معبر رفح وبشكل مستدام ازاي طيب هتقوم الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الانسانية الدولية وتحت اشراف الامم المتحدة لتأمين وصول المساعدات لاهلين في غزة بايدن بطبيعة الحال وطبعا شكر الرئيس وقدر جهوده وجهود القيادة المصرية طبعا نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة اذا تم الاتفاق على فتح المعبر هندخل المساعدات الانسانية بشكل مستدام ليست مرة واحدة وانما بشكل مستدام التنسيق هيتم عن طريق المنظمات الدولية وتحت اشراف الامم المتحدة ده كلام كويس جدا طيب هل ده معنان احنا مش هنكمل منقشة على اللي بيجرى ونشوف جرائم هذا الاحتلال الصهيوني داخل فلسطين العربية طيب هل هذه الجرائم هي يعني لا تتفق بل هي تتناقض بالكلية مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان